اشتركوا في القناة ونزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات هذا لم يرد في القرآن الرسول هو الذي بيّن في القرآن ورد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهمون يعني في الدراهم إذا بلغت الدراهم مئتي درهم يجب فيها الخم الزكاة درهما خمسة دراهم يعني شنو يعني كل أربعين درهم من ميتين درهم كل أربعين درهم فيه درهم واحد واحد من أربعين جزء لماذا الله سبحانه وتعالى لم يبين ذلك في القرآن حتى كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك لهم ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا يعني سبعة أشواط حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسّر لهم ذلك ونزلت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذه الآية نزلت الآية التي سأل عنها أبو بصير هذه الآية الرسول فسّرها ونزلت في علي والحسن والحسين عليهم السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ماذا صنع رسول الله هذه الآية فسّرها في يوم الغدير قال من كنت مولاه فعلي مولاه لأن المولى بمعنى الأولى بالتصرف وليس في هذا الحديث بمعنى المحيب أو الناصر لأن هذا الحديث أولا من حيث السنة حديث متواتر أكو بعض مخالفي أهل البيت في المرحلة الأولى أي حديث ورد في شأنهم يحاول أن يضعفه لكن هذا حديث لا يمكن تضعفه لذا حتى مثل ابن تيمية صحح هذا الحديث ما يقدر يستشكل في السنة يجي في الدلالة يحاول تخريب الدلالة من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت محبه فعلي يحبه من كنت صديقه فعلي صديق وهكذا يتلاعب بمعنى هذا الحديث مع أن هذا الحديث هنا المولى واضح بقراء متعددة قطعية بأنه يراد منه الأولى بالتصرف يعني الحاكم الخليفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر